اشتركوا في القناة مش كل الخفافيش مقضيها كهوف ومش كلهم مصصين دماء بل ان فيه خفافيش بتقدم خدمات كتير للبشر والبيئة وفي مقدمتهم السعلة بالطائر اهلا بيكم انا عمر عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد فالقناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول على مستوى العالم فيه اكتر من 1400 نوع مختلف من الخفافيش تقدر تقسمهم في العموم لمجموعتين رئيسيتين الخفافيش الصغيرة والخفافيش الكبيرة اغلب انواعهم من ناحية العدد من المجموعة صغيرة الحجم ودول في العموم حجمهم بيبقى صغير وبيضغزوا على الحشرات وفيهم بعض الانواع بتاكل فواكه كمان والنوع الوحيد اللي مختلف فيهم هو خفاش مصص الدماء واللي زي ما هو باين من اسمه كده بيشرب في الاساس دم المواشي والخيول والحيوانات لكن مش زي الافلام ملوش في دم البشر وكل انواع الخفافيش في المجموعة دي بيطيروا وبيصطادوا عن طريق تحديد المواقع بالصدى لكن على عكس الشائع بين الناس مش كل الخفافيش عندها الخاصية دي وده ياخدنا للمجموعة التانية من الخفافيش وهي الخفافيش الضخمة النوع ده بقى بتلاقيه ما وجود في الاماكن المفتوحة على اخصان الشجر عادي جدا واحيانا بتوصل اعدادهم في المستعمرات بتاعتهم لالاف بل مئات الالاف بيعيشوا في اماكن مختلفة على مستوى العالم منها استراليا وجنوب اسيا وجنوب شرق اسيا وشرق افريقيا وبعض الجزر في المحيط الهادي والهندي حميتهم الغذائية على رأسها الفواكه والرحيق وحبوب اللقاح وبيعتمدوا في الصيد والطيران على النظر بالاضافة لانهم بيملكوا حسة شم قوية جدا ولانهم مش بيستخدموا خاصية الصدى فتلاقي انه دانهم اصغر شوية من اقرانهم اللي بيستخدموا الصدى من بين الخفافيش كبيرة الحجم فيه 65 نوع معروفين باسم التعالب الطائرة والعيلة دي بتضم اكبر الخفافيش اللي موجودة في العالم على الاطلاق والحقيقة الفرق ما بين احجام الخفافيش وبعضها رهيب بكل ما تعنيه الكلمة يعني عندك مثلا الخفاش الطنان ده وزنه اقل من 2 جرام وطوله لا يتعدى 3 سنتيمتر في حين ان التعالب الطائر المعروف باسم العملاق ذو التاج الدهبي وزنه 1.400 جرام وطوله 40 سنتي كاملين والمسافة بين جناحاته هي مفروضة بتعدي 170 سنتي يعني خفاش عرضه اطول من طول كتير من البشر انا بقى عايزك تتخيل انك ماشي كده وفجأة لقيت خفاش وفار الدراعات وقدك المهم بغض النظر عن ان النوعية دي ملهاش وجود في اي مكان في العالم الا الفلبين الا انها لو كانت موجودة في اي حتة فحميتها الغذائية اساسا الفكهة ما هماش مصصين دماء يعني ولا حاجة وبالتالي مفيش منهم اي خوف لكن ده ما يمنعش ان جاكلهم يخلي الواحد يعمل همام على نفسه لكن خطورتهم الحقيقية بقى في الامراض اللي بينقلوها في الوقت اللي اغلبنا بيقلق فيه من اي حاجة بتطير في العموم نهيك عن انها خفاش عملاق فيه ناس تانية على مستوى العالم بتاكلهم عادي خالص ومش في دمخهم اساسا الامراض الكتير بالعبيط اللي بتحملها الخفافيش من المعلومات العجيبة عن التعليب الطائرة انهم ممكن في الليلة الوحدة يقطعوا مسافة تصل لخمسين كيلو متر واللي بيخليهم يقدروا يعملوا ده ان جسمهم صغير نسبيا بالنسبة لأجنحتهم وده بيخليهم ما يستنفذوش الطاقة بتاعتهم بسرعة بيفردوا جناحاتهم كده بس وينزلقوا في الهوى على طريقة باتمان ولو حد دلوقتي بيقول يا ام ونا مالم يروحوا وليجوا خليني يقولك ان المسافة اللي بيقطعوها دي بتمثل اهمية غير عادية للانسان والنظام البيئي التعليب الطائرة بتساهم بشكل كبير في تلقيح النباتات وانتاج السمار حبوب اللقاح بتلزق في جسمهم وهما بيتغزوا على الرحيق ولما يطيروا بعد كده للمسافات المهولة دي بتتنقل حبوب اللقاح لأشجار كتير بيحدوا عليها ولكن انت تخيل ان في اكتر من 500 نوع من النباتات بيعتمدوا بشكل اساسي على الخفافيش في التلقيح والاهمية مش بتوقف عند التلقيح وبس حتى الانواع اللي بتتغز على الحشرات بيقدروا يخلصوا في الليلة الوحدة على احداد مهولة من الحشرات وده بيخليهم من الادوات الهمة في السيطرة على الحشرات وبيقدموا خدمات كبيرة للمزارعين ببلاش التعلى بالطائر بقى لما بيحب يريح أثناء الترحال بينزل يغفل على أي فرع شجرة وهو في الوضع الشهير بتاع الخفافيش قالب نفسه رأسا على عقب وساعات النهار بيقضيها برضو على نفس الوضع وهو مداري من الشمس والحرارة ومن الحاجات العجيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها على الخفافيش ان رجليه فيها أوطار فريدة جدا من نوع الأوطار دي بتخلي صابعه تقفش في فروع الأشجار زي الكماشة بالزبط ومش بس كده ده بدون أي مجهود يسكر تقريبا وده معناه أنه حتى وهو متشألب بالشكل ده بيبقى جسمه مسترخ تماما ومش بيستخدم أي مجهود أو طاقة ولكن أنت تخيل أن الأوطار دي قوية لدرجة أن لو الخفاش متوى متعلق بيفضل متعلق التعاليب الطائرة بتواجه عدد كبير من المخاطر أولهم وأخطرهم هي الحرارة الحرارة بالنسبة لهم زي النار وما فيش دليل على كده أكبر من اللي بيحصل للتعاليب الطائرة في أستراليا حديقة يارا بندل موجودة في مالبورن الأسترالية تعتبر مستعمرة لـ 30 ألف تعلب طائر وفي أواخر ديسمبر 2019 ارتفعت درجات الحرارة وعدت 43 درجة مئوية وفي ظرف 3 أيام بس مات 4500 خفاش يعني 15% من إجمال تعداد المستعمرة وحاليا وصل الأمر أن التعاليب الطائرة رمادية الرأس اللي كانت في المستعمرة دي أصبحت معرضة لخطر الإنقارات وحتى الحدثة دي ما كانتش الأولى ومش هتبقى الأخيرة في صف 2014 مثلا في جنوب شرق كوينزلند وفي يوم واحد فقط لغير درجات الحرارة ارتفعت ومات بسببها 45000 خفاش من التعاليب الطائرة متخيل الرقم؟ طيب متخيل المنظر؟ 45000 جسد خفاش مترمين في المكان؟ ولو الحرارة ما كانتش كفاية فالزحف العمراني مكمل على الباقي الزحف العمراني عمل تآكل في المواقل الطبيعية اللي كانوا بيعيشوا فيها وقلل مصادر الأكل بتاعتهم ضيف على كده كمان إن السكان المحليين بيصطدوهم وده لأن المستعمرات بتاعتهم بتتحرك لو ملاقوش أكل وبالتالي ممكن يقربوا من الحضر ولأن الناس بتخاف من شكلهم وحجمهم الضخم بالإضافة طبعا للأمراض اللي بينقلوها فبيضطروا إنهم يصطدوهم علشان يبعدوهم عن المنطقة وعندك برضو واحدة من أغرب المخاطر على التعاليب الطائرة هي التمسيح تمسيح؟ إيه اللي جاب القلع جنب البحر؟ في درجات الحرارة الشديدة التعاليب الطائرة بتضطر إنها تنزل الأنهار علشان ترطب جسمها يدوب بس بينزل يخبط الميا كده فترتش على جسمه فترة طبو ويطير تاني بس المشكلة بقى إن المية دي فيه وحوش قاعدة فيها مستنية أي فريسة ومن أخطر الوحوش دي التمسيح بمجرد ما الخفاش يقرب بس من المية التمسيح بيكون هاجم عليه في جزء من الثانية وأول ما يمسيقوا شكرا على كده في النهاية بقى بالرغم من شكلهم المرعب وحياتهم الليلية وارتبطهم في زهننا بمصاصين الدماء إلا إنهم في الحقيقة مسالمين ودورهم في النظام البيئي في منتهى الأهمية وعلى الرغم من إنهم فعلا بيمثلوا خطورة في موضوع نقل الأمراض إلا إن ده في حالة أكلهم وبس وإحنا المفروض أصلا ما ناكلهمش بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات سلام